السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتنشر كثير على السوشيال ميديا ان الشعار الموجود على الستاربوكس دي ملكيستر. ملكيستر دي من من دون الاصفار اللي موجودة عند اليهود في العهد القديم. ولا قصة طويلة كده لمجال الذكرات دلوقتي. لكن هل الكلام ده صحيح ولا? مع العلم اللي أنا من المقاطعين لستاربوكس ووضعوكم للمقاطعة بس لازم نفهم. انا كنت عملت فيديو قبل كده. وذكرت موضوع عجيب. تمام? ان الساربوكس هو شوية في اسرائيل. فناس كتيرها استعجبت. لكن هو فعلا لما تجد تعملهم اي مكان في الوطن العربي هتلاقي فيه الساربوكس. تمام? هتلاقي موجود في مصر والأتنين والأردن لكن في اسرائيل مش موجود. ماشي? ليه هم فتح وفروع لكن اليهود عندهم معي فكانوا مقطعين الحاجة الاجنبية يقول لك ما انا يعني اعطى في مكان يكون تبع الدولة بتاعتي يعني. تمام? فاردنا عندهم دولة. لكن فعلا اهو لما تجد تبص في الخريطة وتقول له اعمل سيرش. هتلاقي في الدول اللي اوليك في الاردن في لبنان في مصر لكن في اسرائيل مش موجود. حاولوا يفتح فرع لكن اه ما في يعني ما فيش ناس منبهرة بالحضارة الاجنبية وعايز يروح والحاجات ديت. بالاضافة ان اه كنوا خايفين على ما اللي عندهم من اه الوضع السياسي اه ما كاملوش في الوضع. لكن اللي انا عايز اذكره ان الشعار مش ملوش علاقة بالمالكة استر. تمام? ليه? لو انت قلت له انا عايز اشوف اللوجو ده اصلا تركه ايه? اللوجو. اللوجو تطور عبر التاريخ. دي حرية بحر. تمام? انتجي ببص عبر التأداء ده شعار الاولين خلص. طبعا فيه زي قبل 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 ما ترسم كانوا رسمين تفاحة ورسمين تفاصيل وكلها. الشعار ده عبارة عن رسم نرويجي من يعود للقرن السادس عشر. بمثل عرض البحر. حرية البحر. لها دلين ومنحوطها على قطع خشبين. عملوه بشكل دائري. ده كان الشكل بتاعه. مع التطور بدأ يوصل لشكل انت بشوفه. ومالوش علاقة بالملكة اثير ولا الملكة الخاصة باليهود. وده مذكور في المواقع. اكترى جدا المواقع العلمية حتى ما كنت تسال الشاتجة بيتية او التسال بوبير بارد هيقول لك نفس الكلام. فاقطع بس خليك فاهم ليه ما تخليش حد يكذب ويقول انها دي ملكة اليهود او الكلام ده كله. مع العلم ان صاحب الراس استفيزة لسلسلة مكايا ستاربوكس. هو يهودي. هو بيقول ان هو بيش بيدعم الكيان ولا معاه ولا ضد. لكن فيه احتمال كبير جدا ان هو بيدعمه. وتم تكريمه بسفة اقب من اكثر متبرعين. وبين في المقهى دوتك ان هو فعلا تم تكريمه في الكيان. ان هو من اكثر متبرعين للدولة. فخلينا مقطعين المقهى دوت. وفي مقهى كثيرة جدا احسن منه. واسعاره غالية جدا. اصلا ويعني فيه امكبتان كثيرة نقدر ان نعود فيها. فكل دور حوليك ستلاقي مقهى كثيرة افضل. ومكملين في المقهى اشتركوا في القناة